الموضوع ده لان انا متضمن مع هذا المنطق تماما ومش مقتنع بعملية الاسفتاءات وخصوصا اللي بتبقى كلها عبارة عن اللي له علاقات اقوى اللي له اهداف ابعد اللي الرعاة عايزين عايزين يوصلو بيوصلوه ما هيش العملية الشفافة قوي ولذلك انا برضو فجأت ان مالك وكتابها محطوط ما تمنيتش هذا الكلام لاني عارف احنا ناس بنعمل البرنامج وسلم عليكم ولا سنيني بيسمح بالتواصل مع الاجيال بتاعة السوشيال ميديا ولا هتاخد النتيجة اللي انت شايفها يعني انت لو في جهة بنية عليا اعلامية بتقايم ممكن ولو اني برضو انا ضد الاستفتاءات الاستفتاءات اه بتدل على مدى تواصلك وتفاعلك مع قاعدتك مش مدى الجدارة مدى التواصل حتى في بعض الناس زعلانة من النتيجة دي كانوا شايفين انهم يستحقوا لكن وهذا هو اذا كنت انت شايف ان يعني انا لما اقولك استاذ ابراهيم لا الستقد بيحصل فيها كذا طب يجوز انا بعمل كده يعني انا عايز اقول ايه اللي بيهتم قوي الخطورة فين انك تردخ لمعايير الترند او انك توصل للناس ازاي فتبتدي تتنازع عن بعض قناعتك الشخصية في مقابل انك تسمع الناس اللي عايزين يسمعوه انك تعمل للناس عايزين يشوفوه وهنا هنا هنا قد يكون اهتمامك بالاستفتاء على حساب مصداقيتك انسى الموضوع ويسيب الناس تقيمك انت خلاص الناس بتقابلك بتقولك ايه بتقيمك ازاي بتسمعي ازاي اللي بيتابعك بيتابعك الرسالة والتأثير اهم اه خليك صادق امام الشاشة خليك انت انت ما تكونش حد تاني ويسيب على الله وهو يعني انت بتقول ساعات لبز بيعجبني يعني ساعات ساعات طيب ان القيمة فيه احيانا مش ضرورة تكون مدبابة هي مش مدبابة عمرها كلمة النجاح مش مدبابة يجلس عليها الكثيرون ممكن 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 ناس يشوف هو لازم يبقى احسن واحد جبتاه ازاي انما ممكن تقول ده وده 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 من احسن الناس وهي الوان مختلفة يعني ما هو جمهور نفسه وعلى رأيه بو الجمهور بتتحيز لابناءها وكده خلينا نتحيز لمصدقيتنا والاحترام لذاتنا وما نردخش او ما ننغمس بفكرة ان احنا يعني اه اه وضعينا ايه في الاستبتاء. ده كان كابتن شوير الحياة. انا موفق تمام. انا موفق. واناقول له الف الف سلام عليك وترجع ان شاء الله اللي طلتك على الشاشة في احسن صحة وعافية هو وكل من اصيب بهذا المرض اللي بنتمنى لهم كل الشفاء ان شاء الله. نتلقى